موسيقى العاشرة مع كريم حمّادي موسيقى السلام عليكم وزارة الهجرة والمهجرين ملفات خلف أسلاك شائكة لنتابع التقرير لا جديد تحت شمس المخيمات سوى المزيد من الأهات وتلك الأهات تنطلق يومياً من 86 مخيمة يغص بالنازحين والمهجرين من المناطق التي شهدت سيطرة لداعش وتهدمت بفعل المعارك ومن الواضح أن ثمة خفاضاً كبيراً في عدد المخيمات فبعد أن كان العدد 184 أصبح 86 مخيماً يقطنها قرابة 68 ألف نازح يتوزعون بصورة متفاوتة بين 40 إلى 4000 عائلة في كل مخيم أين توجد هذه المخيمات؟ إنها توجد بشكل رئيس في إقليم كردستان ونينوة والأنبار بشكل رئيس وتوجد أيضاً في محافظات أخرى على نحو الأقل في مخيمات الإقليم جاء أغلب النازحين من مناطق سنجار ونينوة وهم من الأيزيديين الذين شهدوا من الكوارث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بالنسبة لوزارة الهجرة والمهجرين فإن لديها خطة لتقديم دعم خاص للعائلات النازحة وتتضمن الخطة تقديم منحة العودة بشكل مباشر للعائلات التي تغادر المخيمات وذلك لتخليصها من الروتين والبيروقراطية ولتشجيعها على اتخاذ قرار العودة لمناطقها والمبلغ المقدم هو مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي لكل عائلة فضلا عن سلات غذائية لمدة عام لمساعدتها على الاستقرار في مناطق سكنها الأصلية وأهم ما في الخطة أنها طوعية وليست إجبارية مع الأخذ بنظر الاعتبار أن ثم تم يزعم أن بعض الفصائل المسلحة تمنع عودة هؤلاء اللاجئين وأن العائلات تخشى بطش هذه الجماعات وتفضل البقاء في المخيمات مع كل الصعوبات على العودة إلى مناطق تشهد مخاطر أمنية متعددة إنها كارثة إذن فرغم تناقص أعداد المخيمات وإغلاق العشرات منها لا تزال الآهات تنطلق مما تبقى منها فتأمن أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا ضيفتنا الكريمة لهذا اليوم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابر مرحب أهلا وسهلا نتحدث حاليا عن مخيمات النازحين بالعراق التي عددها حاليا 86 مخيم من أصل كانت 184 الآن 26 مخيم من أصل ما يقارب تقريبا 174 مخيم حاليا فقط 26 مخيم والباقي أغلقت تقريبا ما يقارب أكثر من 40 مخيم أغلقوا خلال ستة أشهر الماضية طيب أجل عدد قاطنيها الآن هذه المخيمات أحنا عدنا فقط الآن هي بالمخيمات أقليم كردستان وعدنا مخيمين فقط لهم آخر المخيمات الموجودة محدد المخيمات في محافرة المصر والآخر في محافرة الأنبار ما يقارب أقل من 40 ألف عائلة حاليا بي نعم فقط من المكون اليزيدي أدنا 28 ألف عائلة موجودين في محافظة إدهوغ ما يقارب 16 مخيم أيضا ضمن مخيمات كم مخيم ساكن 16 16 مخيم في إدهوغ أغلبيتهم القاطنين بيهم من المكون اليزيدي اللي هم 28 ألف عائلة أغلبيتهم من قضاء سنجار بسمعنا مشاكل يبدو أثناء أغلاقكم لهذه المخيمات بسمعنا حديث سياسي أن هذا الإغلاق كان غير مرضي عنه عند بعض السياسي ليش؟ يعني حقيقة خلال فترة عملية غلق المخيمات وبتوجيهات أكيد هي من دولة الرئيس لإنهاء هذا الملف فأتبار وزاة الهجرة ومهجرين هي جهة القطاعية لإنهاء هذا الملف فأعددنا خطة محكمة وجيدة جدا هي خطة الطوارئ لوزاة الهجرة أيضا عملنا مسوحات وبيانات داخل المخيمات لعملية الرغبة الطوعية للعائدين كانت أغلبية البيانات هي لدى الجميع الرغبة بالعودة بعد تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم حقيقة عملنا خلال ستة شهر الماضية عمل دقوب جدا كوزاة الهجرة المهجرين ووفرنا الظروف الملائمة كان هذا أيضا بالتعاون مع جهات أمنية وهي مستشارية الأمن الوطني وكذلك الجهاز الأمن الوطني وقيادة العمليات حقيقة عملية الغلق كان فيها تضارب مصالح كثير من الجهات السياسية وكذلك من بعض المنظمات الدولية لهذا السبب تم هناك كثير من الشائعات تطلق وين التضارب عفوين باعتبار أن هذه المخيمات كانت مصادر لرزق كثير من الجهات السياسية كانوا النازحين أصلا يستغلون في كثير من الأمو سواء على مستوى الانتخابات السابقة أو عن طريق إيواءهم وتقديمهم الخدمات أو عن طريق الكثير من الأشياء التي كانت تدار في داخل المخيمات كان هناك كثير من الممارسات الغير صحيحة في داخل هذه المخيمات أيضا كان ملف جدا مثل ما حضرتك ذكرت ملف صعب وشائق جدا نحن لاحظنا كثير من الانتهاكات كانت تحدث في داخل المخيمات لهذا السبب رتأينا نوع جديا يجب أن ينهى هذا الملف وأغلبية المخيمات التي كانت قائمة كان ليس لها داعي أو وجود أصلا كمخيم نوعية الانتهاكات كانت هناك ممارسات غير جيدة ضد النساء وضد الأطفال وكثير من الأمور حقيقة جهات أصلا كانت موجودة في المخيمات وحقيقة وضعنا حد لهذه الأمور وخاصة من بعد ما غلقنا المخيمات والآن أصلا عيدت صلاحيات الإدارة لوزاة الهجرة ومهجرين بالتعاون مع الحكومات المحلية حتى يكون لدينا رصد أكبر للعمليات والانتهاكات التي كانت تحدث في المخيمات هناك كثير من الجهات تضاربت مصالحها بعملية الغلق كان آخر ضجة هي لمخيم الجدعة نحن تعرف من نعمل على مخيم كنا سابقا عملنا كان شبه عشوائي يعني عودة طوعية من كل المخيمات لكن نحن في مرحلة الأخيرة كان تركيزنا على مخيم مخيم لهذا السبب كان آخر المخيمات في محافظة الموصل هو مخيم الجدعة أغلبية القاطنين بالمخيم لديهم الكثير من المشاكل سواء كانت مشاكل عشائرية أو أحد أفرادهم منتمي إلى داعش أو دورهم مهدمة أو يعانون من حالة فقر كلش كبيرة لهذا السبب هناك مشاكل جدا كبيرة في داخل هذا المخيم اليوم وزارة هجر ومهجرين ليس عملية هي غلق المخيم بقدر ما هي معالجة المشاكل والتحديات التي موجودة في هذه المخيمات هناك تصريحات لكثير من المنظمات الدولية المجتمع الدولي جهات سياسية حقيقة ليس فقط تصرحت هناك جهات سياسية هددت أيضا مدراء الفروع التي كانوا يغلقون المخيمات لهذا السبب يعني فقط للاستفادة الانتخابية مثلا في نينوى استفادات مادية أيضا استفادات اقتصادية باستفادة سياسية هسا افتهمنا الاستفادة السياسية يسيطرون على هذه المخيمات وأصواتهم 20 ألف 50 ألف تعتبر لبعض المتنفذين اللي فهمت من حضرتك ما تبقى تريدين تقولين العقود المرتبطة بتغذية بأمن إدامة هذه المخيمات تريدين تقولين عقود كانت فاسدة كان بها كثير من العقود الفاسدة حقيقة هذا سبب احنا وضعنا حد لكثير من الأمور اللي كانت تحدث في داخل المخيمات ولهذا السبب كان غلقها جدا سهل وليس صعب يعني كانت من التحديات اللي كانوا يعانوها القاطنين بالمخيمات والتدقيق الأمني اللي كان يظهر وضع سنة في حال احنا استلمنا الملف التدقيق الأمني بالتعاون مع العمن الوطني يدقق خلال 72 ساعة المخيمات ما كانت دقيق سابقة ها ايضا جهات راحة ما عندي يعني معلومة من اللي كان يدققها لكن احنا من استلمت الملف كان اكو توجيه من دولة الرئيس وزارة الهجرة ومهجرين مشرفة بالتعاون معه هناك فرق بين ثلاث يام وسنة فرق كلش كبير بحيث احنا من فتحنا ابواب العودة الطوعية كان هناك كم كبير من العوائل ترغب بالعودة وكأنها سجون وكانت مغلقة للقاطنين حقيقة يعني هي هذا التجبيه اللي انا هو منو بيها يعني بس عوائل الدواعش لهم مختلف الفئات يعني عدل ايزيدين اللي هم هجروا نستاذ كريم احنا من نقدر نقول عوائل الدواعش او هم هذول عوائل دواعش يعني اليوم اغلبية نساء اللي موجودة في مخيم الجدعة هم نساء او اطفال اذا كان زوجها او اخوها من تمي لداعش فهي مالها ذنب اليوم من حقها انه اليوم تلجع الى ذويها يكون اكو الصلح يلجع تأهيلها نفسيا ومن ثم اعادة دمجها وهذا يعني مبنية على معايير اساسية هي دولية ووطنية هذا جزء من الكلام اللي سماعت من بعض السياسين والتصريحات انه كانت العودة انتوا تركزون على العودة طوعية وكأنه تريدون تتوحون انه هناك عودة قسرية بالامر هذا اول اثنين يقول لك ما هي او الارضية هناك عوائل بيوتها هدمت ما عمرتوها هناك مشاكل عشائرية في سكنها الاصلي هذه العوائل حليتوها يقول لك هذا نوع من الضغط على العوائل حتى فقط تفرغون هذه وبعضهم ربطها بتوجهات سياسية معينة مرد هذا بس اسمع رأيي شبك يعني حقيقة هي كانت آلية عمل وانا قلت لك من بداية كانت جدا محصنة ودقيقة اول ما بدينا نغلق كان هناك لجنة اللي هي الدعم الاستقرار كنت انا اشرف عليها بنفسي بلقائي مع شيوخ العشاء بالعكس اللي كانوا جدا متعاونين مع وزارة الهجرة ومهجن هم الشيوخ العشاء وكان الصلح يتم مباشرة ويعودون العوائل لمناطق سكنهم لكن انا مثل ما ذكرت لك بداية هناك كثير من المصالح ضربت اثناء غلق هذه المخيمات فمنصالحهم يبثون هذه الشائعات يعني ان احدى الحالات اللي ظهرت في مخيمات كاركوك احدى العوائل كانت مسجلة لدوزات لجنة وترغب بالعودة وانه تم التنسيق مع الحكومة المحلية يعني هي آلية العمل يتم التنسيق مع رئيس الوحدة الإدارية مع القامقام ومن ثم القوات الأمنية والعوائل يعني العشائر اللي رح يعودون إلها انه يتم التنسيق معهم وثم استقبالهم بين ليلة وضحاها بدلت رأيها هذه العائلة بالعودة بعدين من خلال اكيد احنا عدنا ايضا اشخاص موجودين بالمخيمات يعني حتى نعرف كل ما يحدث فيه داخل المخيم فينطونا بتقارير يعني تقريبا شبه اسبوعية فكتشفوا انه هذه العائلة تم دفع لها مبلغ من المال حتى تبقى بالمخيمات ايضا جهات سياسية جهات سياسية مستفيدة عرفتوها يعني انت متتصور كم الهجمات والتحديات اللي واجهناها كوزاة هجر ومهجرين لان بدينا نغلق المخيمات يعني حقيقة يعني كانت حرب جبهة وكاننا احنا في جبهة حرب حتى احنا فقط يعني نحاول انه هذول العوائل نساعدهم ورجعهم يعني من المعيب اليوم ست سنوات عراقيين ساكنين في مخيمات بدون مقومات العيش الكريم بدون مستلزمات صحية بدون خدمات تعليمية بكثير من الامور حالتهم مأساوية يعني الحياة جدا صعبة في داخل المخيمات اليوم من حقهم اليوم انه يخرجون ويعيشون ويندمجون اكيد هي تحت معايير دولية ووطنية انهم يكون عودة طوعية اعادة توطين وبالتالي اندماج في مجتمعاتهم يعني احنا العراقيين ما عدنا هذه التعاليمة بيننا حتى واذا كانت عشائرية اطرب من العشائر ماكوا بالتعامل ولقاءاتي انا مستمرة واجهتكم مثل هي تشحالة انه عوائل كان صعب تعود الى مناطقها يعني عائلتين حثت في ديالة كانتهم بالفعل خلاف عشائري وما استطعنا نحل نهائيا مع عشيرتهم لكن احنا عدنا دائما الخطة البديلة انه يكون اكون مكان ثالث للطوطين فانا استخدمناها هذه ايضا من ضمن معايير العودة ومو بالشرط انه يكون العودة في مناطق سكناهم الاصلية بل دائما هناك مكان بديل وانت تلاحظ حضرتك اليوم اغلبيتنا احنا العراقيين يا نازح يا مهجر يا لاجر وفي داخل مناطقنا تعرضنا لي كثير من التحديات من 2006 عفوا 2003 بعدين 2006 اخر شيء هي 2014 يمكن انت اكثر واحدة حستة بهذه الهجرة في 2014 تهجرتي لا انا الفين وثلاثة اتهجرني و2006 نزحت و2014 وجعت نزحت مرة ثانية وعشت في المخيمات وعرف اثر شيء في البصرة انا اصلا يعني ولادة البصرة فتعرف انه انت من تولد بمدينة وتكبر وتدرس وتتخرج وتتزوج ويصير عندك اولاد وثم تخرج الى منطقة اخرى جبرا وليس يعني عن قناعة وتذهب الى منطقة اخرى وثم تعودلها نازح يتعاملون معاك انه انت اليوم نازح هذه مشاعر جدا صعبة اليوم يعني عملوا كغريب وكانه انت يعني شخص غريب ومن نفس المنطقة هذه افكار مو افكار نحن الاراقيين هذه افكارها كلها خارجية ابدا ما لها اي صدر اكو 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 يبدو جهات حاول ترسيخ هاي الفكرة انه هاي المجموعات النازحة تبقى نازحة كانت اكو تقارير عن مخيمات في صلاح الدين هذه اللي هي فعلا ابناء اباؤهم مقتولين او اخوانهم او كذا او زوجات المقتولين في داعش يعني واضحة هذه لا احد ما احد قدر يحلها قصة بقت معلقة واطفال صار لهم بحدود ست سبع سنوات اذا عمره ست سبع سنوات ست عمره 14 سنة ومراهق كذا ما شعف من الشيء بس هذا الانغلاق بهاي القتوات المغلقة اللي ما ما لهم احد بيها حلينا منها جزئيات كلش كثيرة يعني وعودنا من صلاح الدين على وكانت هذه اسبابها يعني وخلافات هذه كانت موجودة والان ادنى تقريبا ما يقارب ستين عائلة ايضا راح ترجع من مخيمات سليمانية ويعني احنا بالاجراءات الاخيرة بالصلح وان شاء الله راح يعودون قريبا انا ذكرتلك من البداية احنا العراقيين شعب طيب صحيح مستحيل يكون عندنا هذه الحواجز ما عندنا خلاف الامال هذه الخلافات ابدا ولا عندنا هذه الطائفية اللي هي جتيلة من جهات هل هناك عوائل لا ترغب بالعودة او لا ترغب بترك المخيمات هذه كان اكو ببعض المخيمات بعض العوائل ابدا لا ترغبوا طبعا كان اللي هم احنا هسا طبعا لمن يرغب بالعودة يصير بحالة الدمج يعني يدمجه نغلق المخيم ويندمج في مخيم آخر كان منهم جزئين جزئ اللي هم حالتهم المادية جدا ضعيفة ومستفيدين من الخدمات والمساعدات الإنسانية اللي تقدمها وزارة الهجرة المهجرين لكن بالتالي قسم آخر لا كان أصلا هو مستفيد كان منازلهم مؤجرة وهم موجودين أصلا في المخيمات احنا ايضا عالجناها كوزارة الهجرة المهجرين يعني ذول اللي كانوا بيوتهم مؤجرة اقنعناهم بالعودة واللي كانت حالتهم المادية جدا ضعيفة صدرنا قرار عن طريق اللجنة الأولية أن يتم دعمهم من بعد العودة لمدة سنة بكل المساعدات الإغاثية التي تقدمها وزارة الهجرة المهجرين لهذا سبب كان هذا محفز كلش كبير للعودة الطوعية أسرع أغلبية القاطنين بالمخيمات كانوا مستفيدين من هذه المساعدات أيضا كان لديهم طموح أن يكون لديهم مشاريع مدرّة للدخل احنا نعمل مع بعض المنظمات بعض المنظمات التي أصلا داعمة لوزارة الهجرة المهجرين والخطة للوزارة فنعمل أيضا أن يكون لديهم مشاريع مدرّة للدخل حتى نساعدهم لكن لحد الآن أدنى بعض العوائل لديها عزوف عن العودة وجاي ندرس هذا الشيء الذي نلاقيه في مخيم الجدعة ما يقال تقريبا تسعين عائلة التي حالتهم مادية جدا ضعيفة يعني ليس لأسباب أخرى سياسية أو أسباب يعني هو مخيم الجدعة 2600 عائلة يعني أغلبية القاطنين بالمخيمات هناك تأثير سياسي يعني نحن نريد أو ما نريد يعني في كل المخيمات أكبر مخيمات حاليا وين؟ أكبر المخيمات هي في الأقليم يعني عدنا في محافظة هناك 3000 عائلة اللي هما من المكونة الأيزية عددهم الكلش قد تألاف عائلة يعني كمواطن كأفراد كثير أكبر مخيمات أخرى صغيرة موزعة عدنا حاليا بمخيمات الأقليم عدنا عشر مخيمات جاهزة للغلق والاندماج حتى أصلا نخفف عن عبء الوزارة بدعمهم بنفس الوقت نشجعهم على العودة الطوعية أيضا لكن ننتظر أنه يكون هناك جلسة مع حكومة الأقليم أيضا لإنهاء هذا الملف لكن باقي المخيمات السبتة عاش هما أغلبيتهم من المكون الزيدي 28 ألف نحتاج أنه تطبع كل قرارات قضية سنجار يعني اتفاق سنجار ما أفادهم شيء حقيقة صار اتفاق على أساس عودة وكذا اتفاقية سنجار بدأت تطبع وحضرت أكيد ملاحظ أنه اليوم الجيش هو الموجود في القضاء وانسحاب كل الجهات الأخرى نحن نعكاس على المهجرين التي تركهم مناطقهم نحن نحتاج الآن في مخيمات الأقليم تشجيع على العودة يعني هناك المفروض يكون هناك برامج مع وزارة الهجرة مع الأقليم تشجع على العودة الطوعية إلى مناطق سكنائهم نحن نعمل كوزارة الهجرة ومهجرين نحن الآن يعني أنا ذكرتها حتى أمام البرلمان عند الاستضافة استضافوني البرلمان أنه سبب عدم غلق مخيمات الأقليم أنا نطيتم صورة واضحة اليوم وزارة الهجرة مستعدة أنه تغلق مخيمات الأقليم عندنا عشر مخيمات جاهزة للغلق لكن نحتاج أن يكون أدنى برنامج مع الأقليم حتى نشجعهم على العودة ما فهمنا الفكرة يم من الناس هم رابضين الآن العودة أنا زرت المخيمات أغلبية القاطنين يرغبون بالعودة لكن عندهم مشاكل نحن نحلها منها منازلهم مهدمة نعمل مع أحد المنظمات الدولية تقوم بإعادة أعمار منازلهم وعدنا أيضا هناك الكثير من الأشخاص أو القليل هم المتخوفين من الوضع الأمني بالمنطقة لكن الآن أنا كان يفترض زيارتي غدا إلى سنجال لكن يتأجل بسبب العنواء الجوية يعني نحن متواصلين عن طريق مكاتب فروقنا وإذا نسوي استبيانات بالمنطقة عن الوضع الأمني أغلبية الإجابات هو الوضع الأمني حاليا مستقر بالمنطقة لا يوجد مخاوف كبيرة نحتاج فقط تطبيع الاتفاقية وانتخاب مقام في سنجال هذا سينطي حقيقة رسالة إيجابية أكثر بالمنطقة وبالتالي ستشجع أكثر للعودة نحن قعدنا اجتماع مع الأمين العام السيد حميد الغزي مع ما يقارب 75 وكالة أمريكية وسفراء وأغلبية الوكالات الأمريكية والسفراء الموجودين في العراق وكل المجتمع الدولي سوف يكثف جهوده بعادة الإعمار في أيمن الموصل أو نينو بصورة عامة لكن تحديدا أيمن الموصل وسنجال وهذه أيضا من المؤشرات الإيجابية حقيقة لأن هذه أيضا ستشجعنا بالعودة أثناء زيارتي الأخيرة لمخيمات أدهوك أغلبية القاطنين يرغبون بالعودة لكن أدهم هذه تحديات البسيطة وضع الأقليم شنو يعني حكومة الأقليم شنو وضعها مع العودة واتفاقية السنجار مؤيدين لو أكو شوي بعض التحفظات يعني حقيقة أنهم وعدهم بعض التحفظات حتى على العودة الطوعية أو على الاندماج أو التوطين نحن نريد نفهم نجلس نتحاور مع الأقليم حتى نفهم وجهة رأيهم وبالتالي نعمل على خطة مشتركة ما بين الأقليم والحكومة الاتحادية على تشجعهم على العودة باعتبار نحن عندنا أغلبية القاطنين يرغبون بالعودة الطوعية لأننا اليوم مع هذه العودة الطوعية ضد العودة القسرية زي اللي عودتوهم هل فعلا صار نوع من التهديدات لهم بالعودة أو وصلتكم معلومات عن تهديدات بعض العودة من جهات مسلحة وجهات عشائرية حتى بعض الصلح يعني حقيقة هي عملية عالية العودة ستكون هي بمتابعة يفترض من رئيس الوحلة الإدارية اللي هو المحافظ والجهات الأمنية بالمنطقة ونحن كوزارة هجرة مهجرة عن طريق الفروع نحن نتابع ونشرف على هذا العمل من خلال التقارير الدورية التي توجه إلى الوزارة كان أدنى هذه الحالات أنه اليوم يتم الصلح وبين فترة وأخرى كان يرجع الخلاف مرة أخرى لكن كنا ندخل مباشرة وحقيقة هي يعني من خلال هذه العودة كلها يعني كان مجرد حالة أو حالتين فقط لكن أغلبية العودة كانت جيدة ضمن خطة إعادة النازحين إلى مناطق أن تطهم مبالغ ما دية تطهم شي لو هيتش بس أرجع إذا بيته مهدم تذهبون تأكدون أنه بيته مهدم تعمروا لبيته بس مجرد غلق صراحة ملف التعويضات هو مو من صلاحيات وزارة الهجرة ومسجرين لكن من بعد العودة نحن متابعين أنه نزودهم بكل المساعدات الإغياثية زايدا ملحة المليون ونص ملحة المليون ونص هذه بها تخصيصات مالية والحكومة بصورة عامة تتعاني من أزمة اقتصادية وتخصيصات الوزارة أيضا تتعامل على مبدأ 1 على 12 يعني حتى احنا بتوزيع المنحة 1 على 12 ما لنا حق نوزع بشهر غير 2600 منحة يعني لكل عائلة هذه أيضا كانت من المعرقلات لنا حقيقة لكن أنا صراحة سويت أنه منحة الطوارئ للعائدين الآن فقط وأطلقنا ما يقارب 2000 منحة لكن هناك بعض العوائل لم تسجل بالعودة يعني هي رغم أنه عادت إلى مناطقها لكن لم تسجل بياناتها بالعودة لهذا سبب صار أكو تأخير لكن احنا متابعين ومن خلال فرقة تطوعية التي طلعت استطلاع على كل العائدين يعني تعرف احنا عدنا تقارير ترفع أنه يعني هل بالفعل هم مستقرين في مناطقهم هل مناطقهم آمنة هل بالفعل الحكومة المحلية متابعة لأوضاعهم لمشاكلهم أم لا يعني ذكرت أنت الدول المهدمة احنا 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 عوائل رغبة بالعودة ومنازلها مهدمة بالكامل وليس فقط جزئيا فأحنا أنا بنفسي التقيد بأحد العوائل فطلبت منهم أن نكون تريض بعودتهم قال معي الوزيرة نطينا كارفان خليين بيتنا نرجع بهذا الشيء رح نجبر حتى المنظمات الدولية تساعدنا في إعادة بناء بالفعل احنا نقلنا 494 كارفان من محافظة كربلاء إلى صلاح الدين والموصل حتى أسسنا خمس مدارس بهذه الكارفانات لحين أطلاق ملفة صلاح الدين والموصل اشقد عدد العوائل الكلي العائدة إلى مناطقها الآن يعني ما يقارب أكثر من 54 ألف عائلة نعم طيب إذا من تغلقوها تهيئوها تبقى للطوارئ لو تغلقوها نهائيا تغلق نهائيا تقفل ترفع ذن الكربونات نعم كانت من صلاحيات الحكومات المحلية أغلبية العوائل عادت أغذت حتى الخيمة التي كانت موجودة أغذتها فأصلا أنت من تروح للمخيمات هي أرض خاوية ما بيها أي شيء ما عدا بعض المستلزمات للمنظمات التي كانت موجودة فيها حاليا لكن أيضا ستنسحب وتسلم للمحافظة هذا كان سابقا الآن طلبنا العكس أن ترجع لوزاة الهجرة ومهجرين ونحن نوجهها بالأماكن الصحية على سبيل المثال لدينا مخيمة السلامية مخيمة السلامية أيضا يحتوي على كارافانات ومحولات كهربائية وكثير من المستلزمات نحتاجها لتفتقر بها سنجار حاليا فنستطيع أن ننقلها من المخيمة السلامية إلى السنجار نستفاد منها حتى الكارافانات أنا اليوم عندي ألف عائلة من سنجار موجودين بمخيمات ومن المخيمات أنه طلبت أنه يكون لها كارافان في مناطق سكنها الأصلية في السنجار وحقيقة نعمل على هذا قرر إنهاء ملف المخيمات بشكل نهائي وعدكم وقت محدد لهذا يعني أنا أحد اللقاءات ذكرت أنه عشرين يعني عشرين لا يكون أي مخيم بكل المحافظات ما عدا أقليم كردستان لكن للأسف الشديد لحد الآن عدنا مخيمين وبالفعل هذه المخيمين فيهم تحديات كبيرة عدا كردستان عندك واسم مخيمين بس مخيمين فقط اللهم عمرية الفلوجة أصلا ستمائة عائلة وحقيقة نحن صعدنا تعاون مع الحكومة المحلية وعدنا دور واطئة الكلفة سينقلون لها يعني وسينسد لكن مخيم الجدعة اللي هو صاد عليها الكثير من الضجة الأخيرة بسبب عملية إعادتهم وغلقة من كثير من الجهات سواء كانت سياسية وبعض المنظمات الدولية المستفيدة من إقامة هذا المخيم لكن أنا يفترض مثل ما ذكرت أنه أزوره خلال هذه الأيام لكن صارت أزباب لكن أنا صراحة يعني رح أشرف عليه بنفسي مخيم الجدعة وحتى المشاكل العشائرية رح تكون بإشرافي وإشراف الحكومة الاتحادية لأن اليوم أغلبية القاطنين بالمخيمات هم نساءنا وأطفالنا شكتبقوا به؟ 2600 عائلة هو جد على الأساسي ما ألتك كان أكثر كان 3000 ما يقارب 3000 الآن قدرت 500 نعم بقول 1400 نحن قدرنا نحلح المشاكل ما يقارب 400 شخص وعودناهم لكن هي العودة مستمرة أستاذ كريم العودة الآن السياسة افتهمنا بس المنظمات الدولية شنو؟ هي جاية تساعد يعني العراقيين اللي بيها مستفيدين لو هي نفس المنظمة الدولية لأمم المتحدة وين؟ تعرف يعني نسمع أرقام مخيفة بتصريحات من وكالات أو من سفراء أو من قنصليات أو كذا يعني مثلا أحد الوكالات أطلقت كهذا 445 مليار أطلقنا لدعم النازحين هذا كان كل محرج لوزاة الهجر ومهجرين بأتبار هذه الأموال 445 مليار شنو؟ دينار عراقي أصور يعني وكالة عراقية أصور دولار وليس دينار 445 مليار موازنتنا أربع سنوات بالضبط قالوا أطلقوها فقط للنازحين لكن أنا هو سؤال دائما أطرح للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية هذه المبالغ الكبيرة أين صرفت؟ إذا أصلا وزاة الهجر ومهجرين ليس لها علم بهذه المبالغ اليوم المخيمات هي عبارة عن مثل ما ذكرت لك مصادر رزق أدوات المنظمات الدولية هم أشخاص محليين وأفراد محليين اليوم ينقل معلومة غير دقيقة خشية أنه لا ينغلق المخيم ورح يخسر يعني يخسر باب رزق فهو هذه كانت أحد الأسباب والتحديات اللي أيضا واجهناها وخطأ أصلا كان من الوزراء السابقين أنه اليوم صلاحياتهم تنقل إلى المنظمات الدولية اليوم مفروض المخيم يعني يرعى من حكومة الاتحادية نفسها ما فهمت شون نقلون الصلاحيات لأن أصلا يعني أحد الوزراء السابقين نقل صلاحيته الوزير القبل أو اللي قبل أصور الوزير المول قبلي أصور اللي بعد أو البعد يعني وقت النزوح لسهو 2014 2014 شونه سوى الوزير نقل كل الصلاحيات للحكومة المحلية والمنظمات الدولية وخلى المخيمات بإشراف المنظمات الدولية وليس الحكومة المحلية أو الاتحادية فبالتالي من حقق قانون نسوهيك؟ بتصويت كان بتصويت مجلس الوزراء لكن أنا ألغيت هذا القرار قبل أيام ورجعت الصلاحيات للوزارة الهجرة ونحن نكون مشرفين أيضا على عمل المنظمات داخل المخيمات نحن اليوم ليس من صالحنا أنه نجي ونقنع القاطنين بالمخيمات أنه هم من ذوي دواعش هذا ليس فكر صحيح معناتنا هذا أخلق فكر جديد يعاني للاحظته في بعض المخيمات وخاصة هذا المخيم الأخي المخيم الجدعى يوجد بعض العوائل بسبب بث هذه الأفكار في داخل المخيم بالفعل مقتنع أنه هو من ذوي دواعش أعتقد أن العراقيين أبنائنا اليوم لا يكون حريص على أبناء غير العراقي نفسه فكيف أنا أقنعهم بهذا الفكر وهذا فكر خطير جدا الانتهاكات السابقة من كان مسؤول عنها إذا كنتم معدكم صلاحية عليها يعني الحكومة المحلية الحكومة المحلية هي نفسك أبدا ضغط من أي جهة سيتنازل عن كثير من القرارات بس من تكون بيد الحكومة الاتحادية هي الأقوة مستحيل ستتعرض إلى ضغوط يعني أنا اليوم لو كان هذا الملف من ست سنوات بيد الوزارة التي هي بحكومتها الآن مستحيل يبقى لمدة ست سنوات ست سنوات وعراقيين عايشين بحياة غير كريمة أعراضنا في داخل المخيمات بدون إيواء حقيقي كيف نقبلها أصلا ولا أكو خطة كانت لعودتهم إلى منازلهم ما كان أكو أي خطة إحنا عدينا خطة وطنية شاملة كانت بالتعاون مع الوزارات جميعها الموجودة وهذه أصلا يفترض أنه تطلق خلال الأسابيع القادمة بعد أن يتم دراستها بشكل مفصل من قبل وزارة الهجرة والمهجرين اللي هي أصلا بثقت منها خطة الطوارئ اللي نفذناها واللي غلقنا خلال الستة أشهر الماضية ما يقارب أكثر من أربعين مخيم عدنا مخيمات خارج العراق مثلا مخيم الهول السوري عدنا نعم عدنا مخيمين مخيم في تركيا بين حدود تركيا والسوريا وعدنا مخيم الهول حقيقة عدنا كان عودة من سوريا للنازحين والفعل رجعنا ما يقارب من تركيا أفوان وسوريا وأيضا ألمانيا ما يقاب 800 مواطن نازح ألمانيا ألمانيا أيضا لا لا بس خلينها سعلموا عسكرات وبعدنا نرجع على دول اللي خارج يعني أقل يعني مثلا تركيا كأش قدبي كم عائل عندك معلومات عن تركيا والهول يعني تقريبا أنا مسجلتها تقريبا 210 مواطن بس مو كلهم ب2014 نزوحهم كان أو لجوؤهم كان من 2003 2006 و2014 هجرة لغرض المهاجرة خارج العراق هذول اللاجئين مثلا لأسباب قد تكون عرقية طائفية عسكرية كوادث أزمات يعني غير المهاجرين اللي هو اختار أنه يكون يهاجر مثلا خليقوا مثلا للعمل أو للدراسة لكن هذول اللاجئين اللي هما أصلا يعني هم الأثنين هما من فئة عناية بزارتنا لكن احنا في عملنا الآن الأولوية اللي هو للاجئ والنازح انطينا كل الأولوية للنازحين الآن لإنهاء هذا الملف ومن ثم راح نتوجه إلى ملف الناجئ ونحن بدأنا يعني توجهنا إلى هذا الملف لكن انت تعرف ملف النزوح ملف صعب وما يزال عدنا 26 مخيم ويجب أن نضع خطة مع الاقليم لمعالجتها بشكل سريع يعني هناك عدنا يعني كثير من المناشدات بالعودة عدنا مخيم خازر وحسن شام نحن يوميا يوميا مناشدات للعودة إلى مناطق من أهالي مخيم حسن شام وخازر لكن أيضا حكومة الاقليم لديها تحفظات في هذا الأمر فنحن نحتاج أن نفتح باب التحاول لمعرفة هذه الأسباب على ذكر حكومة الاقليم مستشار الاقليم مستشار السيد رئيس الاقليم عنده تغريدة قال أنه الكثير الآن يجون نازحين من كاركوك بسبب تهديدات عدكم هيت شي تهديدات من جماعات مسلحة الآن يعني التهديدات هي مو فقط في صلاح الدين ولا ليس فقط في الأنبار وليس فقط في أي محافظة يعني من الخمسة من جنوب العراق يوجد تهديدات ويوميا تلاحظ هذا حال العراقي مو من الآن فقط يعني من 2003 بين فترة وفترة أحد العوائل تتعرض إلى تهدير وتهاجر أو تنزل يتم النزوح إلى مناطق الأقليم أو إلى محافظة أخرى هذا الشيء يعني مو بسبب أنه هو نازح أو استهداف لشخصاً لأنه هو نازح أو لسبب شخصي يعني كلها مشاكل موجودة بالعراق ككل حتشيل على مخيم الهول يجد بعراقيين وشون تتعاملون خصوصاً أنه يصنف أو العوائل التي تصنف ضمن مجاميع الخطرة كما سمعت يعني نحن المخيم الهول يقارب 31 ألف عائلة أدنى عراقية موجودة لكن ليس ويوهم غير عراقي لو بس عراقي موجودين سوريين أيضاً في نفس المخيم نعم والقوات قصد هي اللي مشرفة عليهم لكن اللي يرغب بالعودة مو كل عوائل حقيقة فقط 8 ألاف عائلة مسجلة في بيانات وزاعة الهجر المهجرين ترغب بالعودة يعني العدد الكل 31 ألف ألف عائلة اللي يعتهم رغبة بالعودة هم فقط 8 ألاف يعني إذا معدل العائلة ثلاث أنفار رقم كلش كبير 90 ألف إلى 100 ألف أيضاً هذولا متهمين أنهم من يصنفون خطرين يعني من جهات أمنية يصنفون خطرين جداً لأنه أساساً ما تهجرون هذا الهول ما جوا من العراق من كل المناطق اللي صار بها نزوح توجهوا إلى مخيم اللي هو المو فقط من سوريا يعني التهديدات اللي هي صارت في سوريا والعراق كل توجه إلى هذا المخيم بغض النظر إذا كان عنده انتماء أو ما عنده انتماء اللي سجلوا 8 ألاف عائلة اللي يرغبون بالعودة هم أغلبيتهم كانوا نساء وكبار السن وأطفال مزان لكن احنا اكو تريث من الحكومة السابقة بسبب جائحة كورونا إلى أن تخف هذه الجائحة سيتم الاستئناف بالعمل وأيضا مو فقط وزارة الهجر ومهجرين تعمل على هذا الملف نحن أدنا أيضا شركاء أنهم مستشارية الأمن الوطني والجهاز الأمن الوطني بعد أن يتم تدقيق اسمائهم رح نتم عودتهم رح نختال لهم مخيم أيضا خاص يؤويهم رح تكون هناك أيضا بعض البرامج التأهيلية ومن ثم إعادة يتم العمل على العودة الطوئية اندماج يعني قوات قسد عدهم إشكالات بالتعامل مع العراق في عودة هؤلاء لا أبدا يعني ما عدهم أي مشاكل بالعكس الكل يعني يرغب أنه تخلص من هذا المخيم بالذات يعني باعتبار أنه يحوي على كثير من الأفكار التي هي شبيهة بأفكار داعش أو هي أفكار داعش وقد تكون أخطر من أفكار داعش صراحة هل تشخصتم أن حركة جماعات تكفيرية داخل هذه المخيمات ولذلك قررت أنه إنهاء هذا الملف أتكم هي تشيء حقيقة في داخل المخيمات أبدا ما عدنا هذه الحركة لأن إحنا أصلا متابعين مع الجهات الأمنية لكل ما يحدث في داخل المخيمات وإحنا عودنا ما يقارب أكثر من 52 ألف عائلة قبل ما يقارب أكثر من أربعة شهر ولم تحدث أي جريمة التهم بين النازحين العائدين الآن بالعكس أيضا من أحد التحديات التي كنا نواجهها كان دائما يتهمون وزارة لهجة مهجن يوم تتعود ذوي دواعش حتى يلجع الأمن غير مستقل في العراق وهي أحد الملفات المثارة عليكم أنه هناك أطفال تشربوا بأفكار الدواعش هناك تحديدا سمعت أنه هنا نساء داعشيات لكنها لم تقتل أو لم تعتقل أو ما عدنا لها ملف أمني أنتو جاء تعودوها تخلوها بنص المواطنين يعني أستاذ كريم أنا أيضا إذا تسمح لي أسألك سؤال يعني الموصل كم سنة بقت تحت مضلة داعش الإجرامي كم سنة تقريبا أربع سنوات هل إحنا نقدر اليوم نتهم كل أهالي الموصل أنهم من ذوي دواعش الكل بقى مع داعش بس ليس بالشرط أنه موالي لداعش هو مجبر كان تحت أيضا ذول النازحين النازح من هرب من تنظيمات داعش إذن هو غير موالي لأفكار لأنه تنزح فتم تعاطف حلوي النازحين يعني حقيقة أحس تتحدثين بنفس عاطفي يمكن أكثر ما هو نفس يعني جزء أنا أكثر سياسي الملامين أنا ما أنظر لهذا الملف بنظرة سياسية وما أقبل أصلا يسيس هذا الملف ولهذا السبب دائما يعني أتلقى أوف الملف السياسي ملف أمني حقيقة بيه مخاطر أمنية من بعد التدقيق الأمني لم يثبت أنه أي شخص قاطن له له مؤشر أمني غير جيد بزي وأحنا متابعين يعني أنا متابعة مع عبدالغني الأسدي مع سيد قاسم العرجي مع عبدالأمير الشمري ومتابعة هذا الملف بنفسي وخاصة التدقيق الأمني وبالفعل ما عندهم أي مؤشرات أمنية إذن ليش أنا أتهمهم إنهم دواعش إذا هو ملف الأمني معلتهم سليم يعني ما من حقي أنطيهم صفة هم ليس يعني ما ملتبطين بيها وأتهم شخص أنه ليس مجرم بهذا الشي بجرد أنه سكن بالمخيم ست سنوات يعني يا أخي الكريم ست سنوات يتم عادة تأهيلهم من قبل المنظمات الدولية هل يعقل المنظمات الدولية تبقى تدعم هذه الأفكار لمدة ست سنوات تكون مظلة تحميهم يعني فالشيء ليس صحيح عوائل لكن عندهم مشاكل حقيقية بالفعل كانت دورهم مهدمة وبالفعل كان لهم مشاكل عشائرية وإحنا قدرنا نحل منها الكثير وقلت لك أنه العشائر هم نفسهم كانوا مساندين إنا بهذا الشيء وحلحلنا الكثير من المشاكل وأقبنا الكثير من الصلح ما بين العشائر كان للدور للحكومة الحالية وأصلا هذا برنامج حكومي وتبنى السيد الرئيس يعني وبالتالي إحنا الجهة القطاعية نفذنا وبالفعل كان أكو غلق لهذا الملف إنه المخيمات ليس له أي داعي وبالفعل مثل ما ذكرت الحضرتك كان سجن للقاطنين بالمخيمات إحنا مجرد فتحنا الباب وأطلقنا هؤلاء السجناء ما أختلف وياتش بس أريد منك أكثر وضوح لأنه في سنوات سابقة سمعنا أن مليارات الدولارات من الموازنة العراقية اختطفها سياسيون عراقيون تحت يافطة دعم النازحين وابتلعت لخزائنهم وابتلعت لأرصدتهم أيضا آخرين دعنا نقول متنفذين لا أريد أقول أصنفهم بصرف معين متنفذين كانوا يأخذون عقود من الوزارة ويزودون بها هذه المخيمات أكو متعهدين أيضا آخرين مع المنظمات الدولية أو مع الوزارة دولي غير الصنف المتنفذ هذا قد يكون إلى دور بعدم إغلاق هذا الملف وقد يرتكب الكثير من الأعمال حتى لا يتغلق هذه المخيمات هذا اعتبريني أنا أقوله أجقد بي دقة يعني حقيقة إحنا لاحظنا وجود هذه الأشياء كلها في الوزارة يعني شفنا أنه كثير من المصالح انضربت لجهات كانت متنفذة سابقا بوجود هذه المخيمات لهذا سبب هذه الهجمات والإشاعات والكلام الغير دقيق على الوزارة لأن هذه كلها مثل ما ذكرتك ملف الأطعام كان أفضل تعاقدات ويأوية كلها أنهيناها كل شيء يعني اليوم أنا لقد كنت أصرفوا على المخيمات واحد وعشرين قضية احنا رفعناها للنزاهة لا تذكر الموازنة الموازنة دخلت في 2015 و16 لوزارة الهجر مهجرين فقط لللجنة العليا للإغاثة واحد تريليون أنا استلمت الوزارة خاوية شبه خاوية اليوم ميزانية الوزارة وأنا عندي بعض 26 مخيم 85 مليار فقط في حين كانت من بعد 2017 و18 وإلى الآن ميزانية وزارة الهجرة 226 مليار الآن خفضت 85 مليار ونغلق هذا الكم الهائل من المخيم أنا اليوم تريليون ورح أنا اليوم لو أنتي الواحد تريليون اللي صدر في 2016 و2015 كان ما يبقى ولا مخيم أنتي كان ما يبقى ولا شخص كان نازح وعاد بدون ملحة المليون ونصف كان ما يبقى ولا شخص اليوم من النازحين العائدين بيته مهدم بالكامل أو مهدم جزئي كان يعني كان اشتغلنا الكثير من مشاريع مديرنا للدخل يعادة تأهيلهم وين وثاب صرفها يعني حقيقة حقيقة هي كلها بالنزاعة اليوم أنا حتى أشتغل أنا ما أقدر دائما عيني لي وراء وأدور ملفات نحن ما نقول شرح دوري ملفات بس قصدي على حد علمك بس أنا اللي علي الآن في استئزالي لهذه الوزاعة في المرحلة الحالية أي شيء مو صحيح وقبضي وحال إلى النزاعة يعني أنا ذكرت للبرلمانية أثناء الاستضافة أنا بريدي أكثر شيء الآن ديوان الرقابة المالية والنزاعة هذا البريد الأكثر أنا أمشي على كثير من الأمور ذكرتها أنت حضرتك طيني مثال واحد على العقودة القديمة على شراء آخر كتب جتك من ديوان الرقابة المالية أو النزاعة على شراء الخيم بـ 2014 و15 و16 شنو هذا؟ يعني أنا ما أريد أفتح ملفات قديمة بالتالي هي السنوية أنت قلت كيف مصروف على المخيمات هذه؟ حقيقة يعني كميات يعني كلش هائلة من الأرقام صراحة يعني أنا ما يعني ما يحضرني الأرقام في الوقت الحالي لكن أعرف أنا منذكرت لك واحدة اليوم أنت تخيل كيف كان يصرف من موازنة الوزاة للهجر ومهاجرين تم استقطاع 445 مليار من البرلمان اتوزعت أيضا للمحافظات الخمسة يعني على سبيل بالضبط على سبيل المثال يعني إغذاءه مثلا من ال445 أنتوا مثلا خي نقول 100 مليار أو كذا إلى محافظة نينوة أو صلاح الدين لكن كلها يفترض أنه تنصرف لدعم استقرار وبناء المناطق البناء التحتية وعادة بناء المؤسسات لعودة النازحين لم تصرف هذه المبالغ في مكان لأنه ليس هناك خطة يبدو لأنه بدل ما هذه المبالغ تروح حتى تتهيئ الأماكن الحقيقية لهم الدائمة كانت تروح على شكل عقود إطعامها التفاصيل هذه بالضبط صح؟ أنا من عملنا الأول ما بدأنا بالمخيمات يعني يفترض في كل شيء أنت تبدي بي لازم أن يكون عندك مسوحات كاملة تعرف أنه كل عائلة وين تحديها الحقيقي رح تكتب أنه هي مثلا عندها مشكلة عشائرية لكن منزلهم موجود فبالتالي نشتغل على حل المشكلة العشائرية حتى نعودها حتى هذه البيانات أنا ما كنت أشوفها موجودة بالمخيمات يعني عملنا معتكم؟ الآن لا سابقاً أنا سابقاً قلت له من طولي الملف النزوح نجوح نجوح لم يكن موجود كان يشتغل عليها الوزير السامق لكن فتاتهم كانت كل شيء قصيرة صحية قصيرة وجائحة كورونا لم يكن يكمل بس الحكومات الأسبق يعني معقولة اليوم وزاعة هجر ومهجرين ما عندها بيانات كاملة بالعداد النازحين خصوصا أن هذا الملك بجانب أمني هذا جدا جدا مهم أنا اليوم في كل خطوة بما يخص النازحين دعا أعمل بالتشارك مع الجهاز الأمني هذا شيء جدا مهم حتى نحافظ على استقرار منطقتنا أمنيا هذا شيء حضرتك ذكرتك كل شيء مهم لكن ليس بمعنى أنه أنا أتهمهم أنهم كان لهم ارتباطات خارجية حتى وإن كان لهم ارتباطات خارجية فأتصور هذه اختصاص جهاز الأمنية مفهوظ ينسح بالمخيم ويحاسب على أفعاله عدتكم ملف أطفال الدواعش يعني أطفال لوحدهم عوائلهم مقتولين بس أطفال حقيقة ملف المختطفات وملف عوائل دواعش ليس من ضمن ملفات وزارة الهجر المهجرية لكن أنا مستعدة أن أعمل على الملفين باعتبار أننا ملف الناجيات هو من اختصاص عمل وزارة الهجر المهجرية وبالفعل نحن قدرنا نساند بالناجيات بشكل كبير باعتبار أننا زودنا ما يقاب 899 ناجية منحة المليونين وهذه كانت منحة مباشرة تهدى للناجيات وأيضا إحنا دعمناهم الآن بمشاريع شكتعدنا مخطوفات ناجيات؟ يعني حالياً لموجودة أو غير ناجيات؟ 899 ناجية مسجلة فقط أنا تعرف أنا ما أقدر أتكلم عن رقم ما مسجل عندي بوزارة الهجر المهجرية أعداد أخرى لا زالت مخطوفات؟ ما زال هناك الكثير من المختطفات الإيزيديات أحنا المذكور كانت 3000 أمرأة يعني أصور أكثر من 3000 أو 3000 هم قتلوا أكثر من 1000 وكسور إيزيدي أمرأة ورجل صحيح فالمختطفين هم كانوا 3000 الآن المسجلين فقط الناجيات عندي هم 899 المستلمين المليونين هناك ناجيات عادة غير مسجلة بوزارة الهجر الآن أنا دعا أعمل حقيقة نحن كوزارة الهجر المهجرين من أول المهام التي قمنا بها في سنجال نحن افتتحنا مكتب في سنجال وهذه كانت من أهم النقاط والإنجازات التي قمنا بها حتى نحصل الأعداد العوائل التي عادت وبنفس الوقت نساعدهم بمشاريع مدرة ونعرف العوائل التي كانت غير مسجلة باعتبار أنهم مسجلين بالأقليم ما مسجلين بالحكومة الاتحادية إذا ما يكون مسجل عندنا في وزارتنا ما راح تكون ما يكون أكو توثيق لأنه نازل كانت تقعوى المسجلة بالأقليم ما مسجل عند الحكومة نعم كثير ولحد الآن لهذا أحنا قمنا بافتتاح هذا المكتب زين شون يأخذ المساعدات يأخذ مساعدات دولية مباشرة لتوصل الأقليم مسجلين بالأقليم بس احنا بكل الأحوال المساعدات الغذائية والإنسانية تقدمها هي وزارة الهجر المهجنية فإذا كان بالمخيم هو يعني مباشرة راح يستلم لقيته بعد غير 899 عوائل غير مسجلة يعني صراحة يعني هو أكو تواصل بهذا الموضوع بعودة بعض المختطفات بس نحن تعرف يعني هذا أمنيا لهم ما نقدر نتكلم به أكو ملفات غير أيزيديات؟ يعني إحنا ما أكو أرقام ذكروا أنه أكو أيضا مسيحيات وشبكيات لكن صراحة يعني أيضا غير مسجلة بوزارة الهجر المهجنين في رأيت هذا من وين يعني هاي الملفات؟ من خلال أيزيديات شبكيات كل من كل شخص مسجل بوزارة الهجر المهجنين هو دن تابعها لكن أكو في بعض المؤسسات تداخل بالصلاحيات هذه كانت موجودة بالحكومة السابقة أنا دا أعمل على إعادة هذه الملفات كلها لوزارة الهجر المهجنين حتى إحنا نشرف عليها بنفسنا حتى أحنا نعف كيف نتعامل شكرا عني جغل أيزيديات؟ يعني عداد كلش قليلة يعني ذكرنا ما يقارب 15 أمرأة مسيحية 20 أمرأة شبكية عداد قليلة من المختطفات أكم حديث عن ملفات تركمانيات مثل العفر نعم أيضا هذه كانت موجودة بس أيضا لحد الآن هما ما مسجلات يمنى بوزارة الهجر المهجنين يعني أنا أتمنى من خلال هذا اللقاء يعني نوجه رسالة لكل الناجيات اللي ما مسجلات بوزارة الهجر المهجنين أنا أتمنى تراجع مكاتبنا وفروعنا حتى تأمن على توثيق نزوحة وأيضا نحن مخصص المبالغ ما للناجيات موجودة حتى نقدر أيضا نساندها ونصرف إلى هذه المبالغ أيضا عدنا إحنا مشاريع كلش كثيرة مع منظمات دولية وعدنا أيضا مشاريع بالوزارة موجودة ما يقارب مئة مشروع مدرل الدخل هذه المشاريع خصيصا لسنجار والنساء الناجيات تتوقعين أنه بعض العوائل التركمانية وعوائل الشبكية تتحرج من المطالب ببياناتها المخطوفات هل هناك آلية للحفاظ على السرية حتى نحفظ كرامته مخافية قلقة أن هذا السابق إن كان يكون هذه الصورة النمطية الآن الصور نحن أكثر متحاضرين بس معه فيه شنه الأسباب لأننا من استلمنا الوزارة ملف النزوح أخذ كل وقتنا لهذا السبب يعني ركزنا في كثير من الأمور لكن يعني صراحة هي نقطة مهمة أيضا من حضرتك أرجعان أتابع هذا الموضوع أيضا من خلال مكتبنا ولأن صراحة الحقيقة الآن متوجهين إلى اللاجئين كانوا الموجودين خارج العراق باعتبار أيضا ملفاتهم كبيرة وديعانهم من ظروف ما هو الموضوع المتذكور يوم كانت عندك يعني أكو تصريح أنه ملف العراقين في الأردن بعض العوائل تعيش حيات صعبة قطعا هذا يشمل عوائل أخرى في أماكن أخرى شنو معلوماتك عن هذا الملف حقيقة أنا التقيد بهم بنفسي حددت وقت خاص للعوائل اللاجئة والي أعدادهم 66 ألف عائلة لاجئة موجودة الآن في عمان أغلبية العوائل الموجودة حياتهم تحت خط الفقر يعانون من ظروف صحية جدا صعبة وظروف اقتصادية جدا جدا صعبة باعتبار هناك للحكومة الأردنية قوانين خاصة بها ومن ضمن القوانين يمنع العراقي أنه بتصريح العمل على رغم أنه أنا التقيد بوزير الداخلية وكان هذا شأن حكومي وشأن أمني وين عايش وهناك يريدون يهاجرون إلى بلد آخر نعم أغلبيتهم لاجئين يطلبون التوطين في دول أوروبية لكن للأسف ملفاتهم أصلا من ست سنوات متوقفة معاملة مفوضية اللاجئين معاملتهم مع العراقي معاملة جدا قاسية وتمييز جدا واضح ما بين السوريين والعراقين هاي أثناء الحديث اللي كان مع العراقيين الموجودين يعني أحد العراقيين قالي أنا أكثر من زيارة إلي حتى أطلب ورقة اللجوء ماتي دائما أطرد في عمان لكن السوري يعامل بمعاملة أفضل السوريين لهم حق بالعمل بحيث يعني السوريين بدوا يكونون نفسهم في داخل عمان لكن العراقي عايش تحت خط الفقر ظروفهم الاقتصادية جدا صعبة أنا كتبت تقرير كامل ومفصل لدولة الرئيس عن ظروف العراقيين اللاجئين اللي موجودين يطلبون توطين خارج العراق ويجب نساندهم ونساعدهم ونطلب من الحكومة الأردنية أنه أيضا تنطي تصريح لش التمييز مع العراقيين يعني حقيقة أنا التقيت بوزيرة داخلية وسألت هذا السؤال ليش العراقيين ما لهم حق بالعمل في داخل الأردن هو ذكر هذه قوانيننا يعني ومن حقهم هي قوانينهم لكن أنا التقيت أيضا بفئة المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين الموجودين هم نفس الحالة يعني طلبوا وقالوا معا الوزيرة نتمنى الطلبين من الحكومة الأردنية أنه يكون في معاملنا في كل مؤسسات التي نديرها في عمان أنه يكون العمال العراقيين حتى نساعدهم يعني أحد الشخصيات الكبيرة التي تعمل في عمان فقط في معامل بصير 350 عامل قال معا الوزيرة نحن لدينا 66 ألف شخص لو من كل عائلة 66 ألف عائلة لو من كل عائلة شخص واحد فقط ينطوطه تصريح عمل هاي ألف الألف ما تأثري إذا عملوا بمصانعنا العراقية اللي هم المستثمرين هم عراقيين ما رح يأثر أبدا باقي البلدان شنو لبنان نفس يعني آلية عمل عمان تركيا كان وزير الداخلية متعاون حقيقة يعني سهل كثير من الأمور خلال اللقاء يعني كثير كانت من مفوضة طلباتهم كانوا يجب أن يغادرون هو سماح لهم بالبقى والتوطين يعني كانت آلياتهم متساهلة أكثر هاي البلدان الأردن تركيا لبنان يعني هي حقيقة عداد كلش كبير أردن يعني حقيقة كاتبتهمي تركيا عندي 210 شخص 445 شخص عندي في إيران كذلك 425 عائلة لهو شخص شخص يعني قسم منهم من دمجين وقسم الآخر لا يرغب بالعودة وأيضا تركيا احنا نزور هذه المدن اللي أنت رغبة بالعودة الطوائية تنعود بس هم الأغلبية الأظمة أدهع زوف عن العودة أنا ذكرت لك أنه أسباب اللجوء قد تكون يعني صعبة أنه ما يقدر يا أما هو استهداف طائفي أو أرقي أو تكون عسكري أو حتى سياسي فما يقدر يرجع مرة الثانية رح يقتل على سبيل المثال فما نقدر إحنا كوزارة هجر ومهاجرين نتحمل يعني هذا العبء بس ما عندنا مخيمات في أي بلد حاليا مثلا إحنا وإيران كانت تكون مخيمات حاليا ما عندنا عندنا في مخيمات إيران مخيمين وعندي أنا حقيقة مناشدات ما زالت ما زالت موجودة وعراقيون ويرغبون بالعودة لأن أغلبيتهم هم من الأكراد يعني في إقليم كردستان أنا بعثت كتاب رسمي لإقليم كردستان يعني الأعداد اللي ترغب بالعودة بالأربعمائة عائلة فقط أعداد كبيرة أعداد كبيرة وعندي مناشدات يومية لكن صراحة يعني شونا اللي مانع لعودتهم خصوصا نحن وإيران علاقتنا طيبة أغلبيتهم ظروفهم المادية صعبة يعني حتى لو يرغب يعني ينتظر من الوزارة هي تهيئة لسكن نحن عدنا وما عدنا صراحة يعني عدنا بعض المشاريع القمناها في بعض المحافظات نبني مجمعات سكنية ونقدر نخصص من هذه المجمعات سكنية لهم اللي راغبين بالعودة من إيران يعني نشتغل على الموضوع صراحة وأدنا بالأعداد الشقق لكن أنا بس نحن نريد يكون عندنا زيارة بس تخف شوية جائحة كورونا بالأيام القادمة سيكون عندنا زيارة أيضا إلى إيران ولبنان حتى أيضا يعني نشخص التحديات ونقدم كثير من الحلول إليها شكرا جزيلا لوجودت معنا وزيرة الهجرة المهجرين سيدة إيوان فاق جابر وممتن لحضورت معنا أنا أشكرا لك جدا وشكرا للمشاهدين الكرام نلتقيكم على الخير والبركة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة